اليوم هذه المؤسسات دكتور أمين التي تحظى بانتقادات لاذعة فيما يخص الزمن التشريعي البطيء وفيما يخص أيضا مجموعة من الهيئات ومجموعة من القوانين التنظيمية وإلى غير ذلك وإن كانت منسجمة وإن كانت منتشرة في الغرف المهنية كما في الجماعات المحلية ومجالس الجهات إلى غير ذلك أي أنها نتحدث هنا عن الأغلبية مسيطرة مهيمة بإمكانها أن تقرر ما تشاء وصوت المعارضة خافت ويعني يكاد لا يسمع هل اليوم ما نشاهده هو أمر شكلي لا أكثر ولا أقل ويعكس بالفعل بأنه فقط هناك لدي المشرع المغربي في يوم ما اتخذ قرار ونص يعني بنص قانوني ولا بد أن أقوم بتنزيل ذلك لكي لا أولام خاصة في الأمور التي تمس الحياة الديمقراطية والمشهد السياسي الذي نريد في المغرب وبالتالي لنذهب نعين وننتظر ومن ثم نجتمع ونقرر وننتخب أو نزكي فلان أو فلان لتكتمل تلك اللجنة بعد انتهاء الولاية التشريعية ثم تأتي ولاية التشريعية أخرى لكي لا نكون يعني من من يزينون الواقع للمواطن المغربي هل اليوم هناك إرادة حقيقية لدى المشرعين المغاربة من أجل أن يكون هناك مشاركة سياسية مواطنة أن يكون هناك ما يسمى بآليات جديدة للديمقراطية التشاركية أن يستمعوا لنبض الشارع أن يتوصلوا بعرائب بملتمسات قل ما تشاء ما هو شقها تشريعي وشقها الآخر ربما تنظيمي أو تغيير أو تفعيل أو رقابة على السياسات العمومية هل وصلنا لهذه المرحلة وهل الفعل السياسي اليوم بالفعل لديه تلك الإرادة الحقيقية لمسايرة هذه الأمور التي في عدد من الدول التي ذكرت قبل قليل بالفعل المجتمع المدني المواطن يساهم في تدبير شأنه العام ويساهم في الرقابة عليه ويساهم في رسم السياسات ربما جوبت إلى سؤال من خلال الجملة الآخرة ولكن سأرجع الإرادة بغير نضيف كما قالت الأستاذة مريم لديه واحد تقيم إضافة بسيطة ما يتعلق باللجنة المحددة في مجلس نواب عند اختصاصات ديالة ضيقة أنها مقيدة بالقانون التنظيمي مقيدة بالنظام الداخلي فعلاقة إذا أرادت أن تعدل القانون التنظيمي ليس لا اختصاص اللي غير يعدل القانون التنظيمي هو البرلمان وخاصة لجنة العدو تشريع واحد الإضافة بسيطة أنها تلقى جوج ديال العرائد واحدة مقبولة القرار الرسمي هو القابول للمناصفة دبا في أفوق 2030 وعريضة أخرى غير مقبولة هي العريضة المتعلقة بالقانون الإيطار المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلم جوج ديال العرائد واحدة مقبولة عبرت موقفها بالقابول والأخرى غير مقبولة اللي جنة شنو الدور ديالي اللي جنة عموا استقبل بمعنى أن المواطنين حينما يقدمون عريضة كتستقبل من 2016 من صدور القوانين التنظيمية في الجاردة الرسمية إلى اليوم 2022 جو هجوج تقدم جو عرائد ولكن ما كان حمل أشن المسؤولية المسؤولية تتحملها اللجنة اللي عندها الكم الأخرى اللي عند رئاسة الحكومة لأنها يليك عند الكم الهائل من العرائد الليك تقدموا تقدموا لعشرة ديال العرائد هنا عشرة ديال العرائد غادي نجاوب على السؤال ديالك كيفان في الإرادة هذه العشرة ديال العرائد اللي عندي فيها مقبولة عندي فيها تقريبا ثلاثة اللي مقبولة ثلاثة أو ثلاثة اللي مقبولة والعرائد الأخرى كلها غير مقبولة لأسباب معينة هنا هذا عدم القابول هو اللي يعطينا الإرادة السياسية أنا أعطيك مثال كي يكون عندنا مشكلة عمومية سيدي نوفل مشكلة عمومية والمواطنين يقدمون عريضة ومجهود والتوقعات ويقدمونها للسلطات العمومية في شخص رئيس الحكومة هنا رئاسة الحكومة إذا بغت تعبر على الإرادة السياسية ديالها غيرتقول لهم ولا إن ولا إن كانت العارضة فيها عيو شكلية ما وصلناش لعدد التوقعات كذا ولكن المطلب كيف يبقى مشروع واحد الناس عندهم واحد المشكلة ديال أزمة العطش وباغين حل عمومي من قبل رئاسة الحكومة واش رئاسة الحكومة اللي هي بغتقول لهم بأن العارضة رغم مستوفية الشروط القانونية ولا المطلب واش هو مشروع هذا هو الإرادة الإرادة السياسية كتقاس بدل النقطة بمعنى أن المواطنين داروا الدور ديالهم من خلال لفت صاحب القرار بواحد المشكلة المعين مطرح النفايات طريق سيار جامعة شركات التدبير المفوض غلا الفواتير أي مشكلة عمومية بمعنى ولكن المشكلة اللي كان قرأ ما عنديش الوقت باش نعطيك تبريرات اللي كتقدمهم كتمشي أحيانا غير مقبولة لأنه عدم استفاء شروط شكلية إما الجهة اللي هي معنية غير مختصة وفي الحقيقة أن ذلك مطلب لأنه الفلسفة ديال هذا العرائد في العالم كامل شنو كيقول 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 كنعطيها للمواطن عواضة أن يحتجى في الشارع العمومي وعواضة أن يوحديت الفوضى يمكن لي انتصنت الرأي واتواصل معه بطريقة مؤسساتي ولكن مع كامل أساس السؤال اللي أعطيتيني ودكي وجوهري خاصة المحدثة لدى رئيس الحكومة أجد أنه هناك تملص من الإجابة على العرائد وهذا التملص شنو كي أعطينا كي أعطينا الإحباط لأنه شنو كي يوقع إذا قدمنا أنوية كل أستاذة مريم قدمنا واحد العريضة وكان تجاوب أرا كيشكل واحد الرسالة الباقي الأفراد والمواطنين أنهم في المستقبل ما يمشيوا وشيديروا الاحتجاج ليهو تقليدي يمشيوا ويعبروا على هذه التقافة ولكن من لك يكون عدم تجاوب يكون الإحباط نعطي مثال العريضة اللي كانت مشهورة ديال صندوق ديال داء الثراطان عبرت الحكومة على تجاوب دياله ولكن فين هو الأتار دياله لا شيء